بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلام الأحمر الحلقة جديدة نواصل فيها تحليلاتنا وقراءتنا للمشهد السياسي المتحول في هذه اللحظة الحارجة من سيرولة السياسة الدولية في المنطقة الشرق الأوسط في ظل التحولات وفي ظل هذه الخواتيم العام 2023 ودخولنا في العام 2024 في هذه اللحظة السياسية الحارجة التي يقف فيها قراءة المشهد الدولي عالميا في حيرة أو في منعطف خطير جداً صراع كطب كبير جداً بين القوات الثلاث وأيضاً الوضع الإقليمي يمر بتحولات درامية والخريطة السياسية طيلة العام 2023 ونحن معكم في هذا البرنامج نكرأها بمنتهى الصعوبة ومنتهى التحول بناء على سيرورة غير ثابتة وبناء على تحولات غير أو من الصعب توقعها وفي ظل موازين غير مستقرة في الأساس وحتى الثكرة السياسية الصناع القرار في العالم أصبحوا يحملون ثقافة مختلفة لم يعتد مناهج التحليل السياسي على الأخذ بها في ظل ما يفرض نفسه من توازن كبير حدث في الحكمة الأخيرة وفرض نفسه من بعد العام 2020 لكن منطقتنا الشرق الأوسط تمر بتحولات كبيرة ولا سيمة في ظل التحولات التي تحدثنا عليها مؤخراً والذي أملتها دخول النفوذ الصيني وعودة الطرف الروسي وانسحاب ثم عودة النفوذ التاريخي للغرب والولايات التحدة الأمريكية كل هذا أوجد تحولات عاصفة وتغيرات في منطق إدارة الأزمات وإدارة ملفات بما فيه ملف الأزمة اليمنية وإدارة منطق السياسة أو جريان السياسة الدولية بصفة عامة وتحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية أو أثر الكبير جداً في الدور الصيني والمصالحة بين السعودية وبين إيران وما تلاه من تحولات كبيرة جداً قلناها أنها بنهاية أوصلتنا إلى العلان الأممي للصلحة اليمنية الذي جاء بقرار دولي في ظل الحيثية التي ذكرناها في حلقتنا السابقة والتي كانت هامة جداً في قراءة تحولات في هذا المنطق في هذا اللحظة لكن اعتبرنا أن 7 أكتوبر أو ما حدث في غزة في 7 أكتوبر أحد اللحظات التي ظل فيها اللاعب الإيراني يتحول يعني إيران هي أحد أهم المحركات للتوازنات والتفاعلات والأخطار التي تدور في منطقة الشرق الأوسط وتحدثنا بأن إيران التي كانت تعمل لصالح أو يستخدمها كل من موسكو والصين ظلت ذات قيمة جيوسياسية واستراتيجية هائلة حتى جاءت التحولات الأخيرة وغيرت وهذا ما تحدثنا فيه من قبل الحرب الأوكرانية ولكن طبيعة وتحولات وأهمية الوزن الطاقة والصراع القطبي العلوي الذي يحدث في النظام الدولي جعلت القيمة الجيوسياسية الإيران تقل في نظر كل الأطراف القطبية في العالم أو في النظام السياسي الدولي لكن إيران ظلت دائما تتلاعب وتحدثنا بأن النفوذ الصيني الذي يرتهن فيها القرار الإيراني ذهب ووضع المصالحة في ظل دعوة من الرئيس الصيني نفسه وفرض على إيران السير في ظل سياسات آمنة وبدأت المنطقة تشهد تشكل نظام إقليمي هام جدا بناء عليها حظ التحولات وحدثت هناك صلح تركي مصري وصلح تركي سعودي وحدثت هناك عودة سوريا إلى المنطقة إلى جمعات العربية وحدثت هناك تحولات في النظام السياسي اللبناني وتوازنات مع حزب الله مثل عودة النظام السوري أيضا العديد من التحولات الكبيرة التي تحدث في العراق كل هذا أوجد واقع معين شعرت بمجبه إيران بأن هوامش حركتها أو هوامش لعبها في المنطقة تضيق وأن مشاريعها التمددية أيضا تضيق هذا كان السبب الرئيسي في إحداث 7 أكتوبر أو في إعاز إيران لحماس هو ما حدث بعدها من تحولات خطيرة وهائلة في المنطقة التي أشعلت الصراع يتم على كدم وساق في هذه اللحظات يعني في الأسابيع الأخيرة كان هناك صعود أو بروز هائل لما يحدث تفعيل أو استخدام إيران لوركة الحوثي في تحديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر يظل أيضا أحد أهم الصور هذا الصراع الصراع الذي يحدث بين الفصائل العراقية وضربها لمراكز أو الكواعد الأمريكية في سوريا أيضا أحد الصور لكن حدثت أيضا تحولات كبيرة في الأسبوع الأخير أكبرها طبعا مكتل الشخص والقيادة الإيراني الثاني رزي موسوي والذي كما تحدثنا في الحركة الماضية يمثل ضربة كبيرة جدا للنظام الإيراني وما أثاره من حفيظة كبيرة حرب حماس أو التحركات في حماس أيضا تضيق الخناك أو الهامش على إيران إيران في الواقع بعد مرور أكثر من 85 يوم على حرب غزة لم تحقق مرادها ولم تستطيع خلط الأوراق بالأسلوب الذي كانت تريده حتى تعيد قيمتها الجيوسياسية وظلت حتى موسكو بكين بعيدا عن تأييدها أو مؤازرتها وبدأت الأمور في الشهر الثلاث تتجلى بصورة أوضح بأن التصرف الإيراني لم يكن مدعوما بإرادة روسية أو بإرادة صينية في المنطقة وبأن إيران تلعب دور إقليمي بتطلعات دولية عالمية وهي لا تستطيع أن تصل إلى هذا السقف كقوة إقليمية لكن هذا ما حدث مكتر رزي موسوي ممثل ضربة كبيرة لكن هذا مكتر رزي موسوي أتت في سياكات استهدافات معينة لأن الولتات الأمريكية تجد بأن هناك تشكيل حلف في البحر الأحمر وتجد بأن الصين تضيق عليها الخناك ثم أن الحرب التي تواجهها أو السياسة الغربية في موضوع حرب غزة بدأت تخنق عليها فنجد مثلا بأن هناك حدث يوم أمس مكتل العديد من ضباط الحرس الثوري الذين وصلوا إلى مطار دمشق خلال بربتين جويتين كانت بهم إسرائيل في مطار دمشق وفق التسريبات بأن هناك مكتل أكثر من 11 ضابط في الحرس الثوري هذا مؤشر بأن هناك تخبط إيرانيا كبير وهناك اختراق كبير بالإضافة إلى أن هناك إسرائيل بالفترة الأخيرة تقوم بقصف كل من مطار دمشق مطار حلب مطار اللاذقية وهناك إصرار أمريكي إسرائيلي على إنهاء هؤلاء المطارات الثلاثة في سوريا من العمل تماما في المحل وهذا يغلق الطريق الجوي أو المجال الجوي الإيراني للتواصل بينها وبين هلالها في سوريا وفي لبنان وفي غزة أو مع حماس وهذا نقطة كبيرة جدا لكن هذه التحولات كلها أظهرت الحرس الثوري منذ يومين تتحدث بأنه أنه ما حدث طبعا عاقب مكتر رزي موسوي خارج الحرس الثوري في حالة عدم هناك ملامح للتخبط النظام الإيراني خارج الحرس الثوري يتحدث بأنه ما حدث في 7 أكتوبر هو ليس إلا رد على مكتل سليماني وهذا التصريح لم يأتي إلا بسبب تصاعد التداعي بسبب مكتل هذا الكائد الكبير والمهم والمفصلي كما ذكرنا في الحلقة الماضية ثم عادت حماس لتنفي لأن هذا التصريح وضع حماس في موقف محرق جدا وكاد أن يسقط أو أضعف الموقف التفاوضي والمصداقية الجماهيرية أو المصداقية الخطاب الإعلامي الجماهيري التي تتمنى حماس لكن سريعا عادوا إلى السياق وهم الكذوب الأساسي وفي توضيح إيراني لم يعدلوا قيمة في الواقع سواء صرحوا أم يصرحوا الأمور معروفة وصلنا على القرار الغربي والعالم يدركون تماما من وراء 7 أكتوبر أخطر خروج إسماعيل كاني خروج إسماعيل كاني يتحدث في هذه اللحظة بأنه على الولايات التحدة الأمريكية أن تكف عن مواصلة حماكاتها في المنطقة ويهدد الولايات التحدة الأمريكية في العراق وغيرها وهذا تصريح أيضا خطير لكن الأخطر من ذلك هو ما تم بعد هذا التصريح وهو قامت مسيرات إسرائيلية وأمريكية غير محدد للهوية بكسف ست شاحنات حاولت الدخول من ممر بوكمال إلى سوريا وضرب أي حركة شاحنات تتم بين سوريا أو بين العراق إلى سوريا وهذه النقطة تمثل في واقع الجيو السياسية المنطقة بأنه هناك إسرار غربي على قطع المجال الجوي وقطع المجال البري بين إيران وبين هلالها الخصيب أو بين دولها ومدادتها في المنطقة مما يقلص أمورها هذا الكلام يظل في ظل تهاوي إيران داخل سوريا تحدثنا باختصار في الحلقة الماضية بأن سوريا تتهاوى وأن مقتر رزي موسوي في ظل المعادلة الإيرانية في سوريا تجعل إيران أضعف بدرجة كبيرة جدا في سوريا وسوريا لها همية مهمة جدا في قضية تشكيل هلال خصيب في الأساس في تلك المنطقة لكن إذا ما عدنا إلى اتفاقيات والتزام الحشد بالانسحاب عن الحدود السورية 150 كيلو وهذا ببتلع ولهذا إيران تبنى اعتماد النجاباء فقط في ضرب المقاومة أو السواعدة العراقية التي ذكرها نصر الله لكن تبقى هناك تحركات كبيرة فشل إيران خلال 2022 و23 في السيطرة على الشرق سوريا أيضا معامل فشلها في سويداء جنوب سوريا أيضا عامل هام جدا وبالتالي التواجد الإيراني في سوريا في ظل مقتل موسوي وما لاحقه من عملية خاصة جدا في كلب مطار دمشق خلال وصول وفد مكون من 11 ضابط إيراني من قادة حرس الثوري أيضا ضربة نوعية كبيرة جدا لهذا الآلاتها ومهمة جدا في هذا الجانب بالإضافة إلى معلومات تتحدث عن مقتل منه القائد أو إصابة عفوا إصابة قائد حرس الثوري في سوريا شخص يسمى شهيد أو ما لذلك رشيد أفضل وبالتالي الوضع الإيراني في سوريا حاري جدا وهناك استراتيجية إغلاق الأجواء والبر على إيران إلى أين تتجه الأمور تتجه الأمور في إيران في ظل هذا التخبط ما صرحه عبد المحسن قبل يومين بأن هناك تكارب وشراكة قادمة بين إيران وطالبان لاحظوا الله بالآن نلعب وهذا يصحح ما كل ما نقرأه في الملفة الإيرانية طوال السنوات الماضية يتحدث فجأة عبد المحسن بأن هناك تكارب بين إيران وطالبان في مواجهة إسرائيل وهذا الكلام إذا وضعناه في سياكاته سنجد بأن الحرس الثوري بالفعل يهدد يعني نحن تحدثنا من قليل بأن هناك تهديد من إسماعيل كان قائد لواء القدس الإيراني في المنطقة أو قائد الجيوش الإيرانية خارج الحدود الإيرانية يتحدث بأنه إذا لم في ظل حرص أمريكي على قطع الأذرعة أو خط الكافة خلوط التواصل بين إيران وسوريا ولبنان وغزة أو حماس فهذا الكلام كله يحدث تحولات كبيرة خروج عبد المحسن يتحدث عن طالبان في هذه المرحلة فهو يتحدث عن ورقة أخرى تمتلكها إيران طالبان القاعدة داعش كل هذه القيادات هي متواجدة في إيران وتحدثنا في حلقات عديدة لمن يتابع القراءة الجيو سياسية للملف الإيراني والملف الإقليمي والملف اليمني أيضا مدى سيطرة أو استخدام الحرص الثوري الإيراني لطالبان وتحدثنا في حلقة كاملة عن جماعة فاطميون وعن كيفية استغلال الإيرانيين للأفغان وكيفية استغلال الفقر في أفغانستان والتقنيد لكن التصريح عبد المحسن يؤكد مرحلة مهمة جدا أو خطوة خطيرة جدا قد تلقى لها إيران في قضية تصعيد العنف والفوضى في المنطقة لأن طالبان والكاعدة هم وجهن لعملة واحدة وكادت الطالبان وكادت الكاعدة يتواجدوا في طهر المذفترة وهذا الكلام مثبت وحقيقي وواضح فالتصريح عبد المحسن في هذا اللحظة بأن هناك شراكة كادمة معنى ذلك بأن إيران تهدد بأنها ستكون بإعادة تصدير داعش والكاعدة في عملية صعبة أو في عملية إرهابية بمعنى أدق الأخطر من هذا كله هو ما صرحت فيها السلطات التركية يوم أمس بأنها ألقت القبض على خلية مكونة من 30 شخص فيهم ثلاثة من قادة الداعش في أسطنبول يخططوا الهجوم على السفارة العراقية في تركيا وأيضا على مجموعة من الكنائس والمساجد والمعابد في تركيا وهذا الكلام خطير يؤكد وجود تحولات خطيرة جدا في السياسة الإيرانية التي تتهاوى في ظل معادلة تعمل على القضاء عليها فكرة القاعدة لمن يتحدث أو يتذكر بعض الحكايق عنها القاعدة والتلاعب بداعش لعبة استخدمتها إيران بصورة واضحة منذ 2003 وحتى اللحظة الأخيرة في كل من العراق وفي سوريا وفي ظل سياسة التخدم مع الوقت الأمريكية وتحدثنا عليه وفكرة ما خدمته صحيفة جورنل ستريت الأمريكية بأنه هناك أن الجيش الحارس الثوري الإيراني يمنع 500 دولار لكل أفغاني يرغب في القتال في مواجهة إسرائيل ومنذلك وهذه النقطة هامة يعني أفغانستان دولة فقيرة جدا تم إفكارها وتدميرها وهم يستخدموا مرحوات الانحيار الاقتصادي الذي يحدث في أفغانستان وبالتالي موضوع 500 دولار ويكامات مجانية في إيران أحد صور التهديد للولايات الأمريكية أو أحد صور تصديد الفوضى والإرهاب الإيراني في المنطقة هذه اللعبة التي تلعبها إيران وتلعبها للولايات الأمريكية ويتلعبها الجميع في هذا العالم وفي هذا العقل الإسلامي الذي يعنيه ما الفايدة منه يعني عندما كام السوفيت باحتلال الأفغانستان مراعين معين تم إنشاء القاعدة وتحدثت القاعدة عن اخراج الكافر والمرتد والملحد السوفيتي وعندما كانت الولايات الأمريكية إلى العراق وسوريا تم تأسيس داعش وتحدثوا عن الجهاد وفي سبيل الله وأمراء والجماعات واستهلاك القطاب الديني والمصطلحات الإسلامية والجهادية على طلال اليوم إسرائيل تكتاح وتدمر غزة في ظل هذه المعادلة فهم يبحثوا عن منتج جديد والمنتج هذا سيستهدف العالم العربي والشعوب يعني إذا ما تحدثنا إذا ما كرأنا بصورة واضحة من هجمات ستمبر أو من القاعدة ثم ما تكون فيها الداعش ثم ما تكون فيها كافة الجماعات الإرهابية هي عيانا تعلن الحرب على أمريكا وعلى إسرائيل وعلىنا بينما في الواقع هي تصدر معارك لا تدمر سوى الشعوب والدول التي نحن فيها يعني إذا عدنا ترتيب المحصلة والنتيجة فهي إعلاميا موجهة وتناغل الجماهير وتناغل الشعوب بأن هؤلاء جنود الله الذي تم استقطابهم من القرى الفقيرة ومن المجتمعات الجاهلة ومن المجتمعات التخلف في العالم العربي ويتم تجنيدهم تحت خطاب ديني مفلس يفتقد إلى فقه ويفتقد إلى رسالة في الأساس ويفتقد إلى عقل مواجهة ثم تتجي هذا المعارك إلى معارك مع الجيوش ومع الأنظمة ومع صورة التحضر والتنمية في المنطقة الشرق الأوسط وثم تشتعل المعارك في محصلة مرفادها نهاية الدول العربية كما حدث على امتدى الثلاثين عام الأخيرة من التلاعب بالأوراق وعلى رأسها إيران بصورة كاملة وهذا نقطة يجب أن نؤكد فيها فالتلويح بوركة طالبان إشارة إلى مدى ضعف إيران الحقيقي في هذه اللحظة عاكب 7 أكتوبر وعلى ما يحدث حالي وإشارة أيضا إلى مدى تعدد أوراقها فاستخدام وركة طالبان في هذه اللحظة ولسيما عاكب خروج الوطن الأمريكي من أفرستان يعني استخدام القاعدة مرة أخرى يعني استخدام قيادات داعش مرة أخرى وهذا يضعنا أمام خيارات صعبة فالمشهد الدولي والمشهد العالمي في هذا اليوم الأخير من عام 2023 يؤكد بأننا أمام تحول أمام منعطف كبير جدا على مستوى الأقليمي تحديدا بل لكن قد يقول مخاطره لأن إيران تحمل الشر إذا ما نظرنا إلى اليمن وإلى السواعد اليمنية الإيرانية التي تتحدث عليها حسن نصر الله سنجد بأنهم في مصدر مهاجمة الملاحة البحرية لأسباب تخص المراد الإيراني ليس لها علاقة هم يدركوا تماما ولأنهم يدركوا تماما بأن هذا لم يؤثر على كل العملية العسكرية التي تكون بها أمريكا وإسرائيل ضد حركة حماس الإيرانية هم يتعاملوا مع حماس كذراء إيراني وهذا هي لغة السياسة لا نحتاج إلى كل ما تقوله الجزيرة أو ما تقوله الخطابات العاطفية في هذا النقطة أو في هذا المجال هذه عقلية الحرب وهذا استراتيجية الحرب وهذا ما يتم في الواقع العملي فهل تعتقدوا في ظل الإعلان للمبعوث الأمم وإحنا تحدثنا بأن السعودية وبأن الدول الأقليمية تدرك أبعاد هذا الصراع وما وراء الأكمة وبالتالي تخرج نفسها من أي تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية وثم تضع الملف في الأزمة اليمنية في الأياد الأممية وانتهى الجميع حتى يتم المضار في ظل تشكيل حلف دولي في منطقة البحر فماذا تريد إيران في العمل المقبل في ظل هذا الخطاب الإعلامي الذي يجسد ما يحدث في فلسطين وكأنه صراع بين رجال الدين والجهد في سبيل الله بينما في الواقع هو السبيل في سبيل الإيران وفي سبيل كذلك رغم كل تمنيتنا بزوال الكيان الإسرائيلي أو كيان الصهرون لكن لا يعني بأنه أن ترغب أو تستهدف زوال إسرائيل بأنك لا بد ملزما أن تكث مع أجندات أو مع حركات في فلسطين تخدم أجندات خارج الصراع أو استغفلت بسرعة أو بأخرى هذا نقطة أخيرة حتى وإن قابلنا بأن نضع هذا الخطاب كخطاب سياسي لن نجد له سياك في المعادلة ولا نجد تفسير أو صورة متكاملة لما يحدث حاليا إذن المنطقة كلها تمر بالخطر الإيراني وإيران يبدو بأنها ستواجه أو ستخوض صراع مع المنطقة لوجودها وليست للغزة ولا الفلسطين ولا أي من هذا النقاط يعني تصريح الحارس التوري بأنه ما تم في 7 أكتوبر رد على مقتل سليماني في هذا التوقيت وفي هذا اللحظة معنا ذلك بأنه ما قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وليس مجازفة يعني دليل على مدى تهور إيران ومدى استخدامها لهذا القوة فإيران تحاول أن تلوح بالورقة الطالبانية أو ورقة الأفغان أو استخدام الأفغان وتحدثنا عن هذا النقطة كامل يعني ربما نعيد حلقة أخرى حول قضية السياسات بين إيران وبين القاعدة وبين داعش في منطقة العراق وما لا بالك فالعراق أيضا في حالة العراق في العام القادم دائما حتى كحلقة أخيرة في عام 2023 إلى أن نتجه في العراق العراق على صفيح ساخن ومعادلة التوازن في ذلك التحولات الأفغانية صعبة جدا لأن الحلبوسي تم إزالته والصدر خارج المعادرة الشيعية وإيران تعبث بالعملية السياسية كامل والمالكي يبدو قد يعود في ظل تحولات غير سهلة يعني اليوم الصباح كان هناك مسائلات تضرب البشمرجة في كردستان وهذا مؤشر خطير جدا كما ذكرنا منذ شهر بأن العراق كانت يدجه في 24 إلى حرب أهلية وهنا نحن نؤكد عليها بعد أكثر من شهر بأن هناك ملامح عدم وحدة الشيعة في ظل التحولات توحي بأن هناك عمل كبير جدا سيحدث في العراق فالعراق محل صراع كبير وقد يتجه نحو الفدرالة ولا يسمى مع الشيرات الخطيرة جدا لاستهداف البشمرجة أو استهداف برزاني أو الأكراد في العراق هناك نقطة خطيرة جدا الحلبوسي عاد وفرض قوته على الميدان رغم إيران بمحاولة عزله لكن إلى إن تتجه الأمور حماس و7 أكتوبر من مشاكلها أيضا إنها بدأت الحركات الإسلامية أو الحركات الأخوان وغيرها يتجه نحو التحالف مع إيران وهذا أهم نقطة يجب الوقوف عليها حماس أو ما حدث 7 أكتوبر يرفع كذوبة الصراع الشيعي السن اللي يتلاعبوا بها على عقول الناس وتستخدمها الأجندات السياسية وسيكون هناك يبدو بأن هناك تكارب سيجمع الإخوان بإيران في قادمة الأيام على غرار حماس وعلى غرار طالبان والإيرانيين هما يفكهوا تماما فكرة استخدام هم ينظروا العالم إلى شيعة وإلى سنة لا ينظروا العالم إلى مسلمين وإلى غير مسلمين وإلى إيرانيين ولا غيرين هم ينظروا إلى شيعة وسنة ويجب الاستخدام السنة ويتم تجنيدهم هناك فرقة تحدثنا عليها في حلقة كاملة الفرقة 400 في الحرس التوري تحدثنا على مدى خطورتها ومدى استخدامها لآلية جذب واستقطاب وغسل العقول عن طريق موقع التواصل وعن طريق استهداف الأشخاص المؤثر حتى في كيادة المؤتمر الشعبي العام وفي غيرها يعملوا ليل نهار بأقنعة داخلية وبمعناوين لا ترتبط بالحوثي وعلى كل إنسان يتراسل مع أي شخص على الانترنت يتحر بأن هناك عمل إيران الحرس التوري منظمة مرتبة جدا لديها استثمارات ولديها تواجد في خمس قارات في العالم ولديها آليات ولديها عقول ويستطيعون يتسللوا إلى الأشخاص المؤثرة في الجيوش في التجارة في السياسة في الإعلام ويعملوا على غسلهم وعلى شحنهم بروح البطل ثم استقطابهم ثم إيحاءهم ثم توضيحهم وتحويلهم وتجنيدهم إلى كباش في معاركهم وهذه النقطة يجب التسليط عليها الضوء لأننا كأنظمة لا نمتلك اللؤمة السياسة الذي يمتلكه الإيرانيين في هذه النقطة وهم يتحدثون لغتك ويمتلكون الميليشيات التي تقوم بهذا الدول فإيران دولة ليست في هذه السهولة وبالتالي هم قادمون في ظل خطاب إعلامي يكسم وقد ربما يصدروا القاعدة وداعش لمحاربة دول كالخليج مثلا نلاحظ أن الخطاب مشحون كل المواقع في مواقع التواصل وفي الإعلام ويتحدوا مع الإخوان في هذا الجانب تعمل على تشوية النظام السعودي نظام الإماراتي النظام الأنظمة المصرية النظام التونسي النظام الجزائري بأسلوب ممنهج وبالتالي قد يتم تصدير القاعدة لأنه طهران فيها مراكز القاعدة فيها مراكز داعش فيها مراكز ليست بالسهولة واليمن مكان أيضا لهذه النقطة فما يحدث في اليمن من تحالف دولة أيضا سيكون في هذا الجانب فالفين واربع وعشرين أيضا ليست بالسهولة أيضا إذا ما عدنا إلى سوريا سوريا في محاك ساكل لأن الأسد في محاك الأسد لن يعد أمامه خيارات متماهية هناك خيارات واضحة إما البكاء والرحيل والرحيل هو أرجح في هذه النقطة لكن الأسد يستطيع في هذه اللحظة أن يصبح ورقة ناجحة إذا ما أنقلب على إيران في ظل التوازنات الجديدة فالمسرح المعركة في ظل السياسة الأمريكية قد يرتضي أو يرهن نفسه إلى سراعات إرهابية السراعات الإرهابية إذا عدناها في إجمالها هم سراعات داعش والقاعدة والأخوان ومالذلك يعلن الحرب على إسرائيل العلقة الأمريكية ويقسم العالم لفستاتين فستات مؤمن وفستات كافر وثم ينهو شعوبهم وجيوشهم وبلدانهم وحكامهم لا غير لم تمس إسرائيل أي شيء في النقطة في الواقع ثم يتم التخادم في لحظات معينة وهذه هي برنامج وأسلوب ونموذج إيران في الواقع لمن يتابع 44 عام من العمل ويستثمرها أيضا الأمريكيين ويستثمرها أيضا الغرب بصور كبير جدا لأننا سنظل بلا معنى إذا راهنا على قوة ليست في الواقع الدينية أو قوة ليست في الواقع الأساسية أو لا نمتلك حتى الآن خطاب حضاري حقيقي يواجه هذا التحديات العقل العربي غير جدير في قراءة مشهد يعني إما عقل قومي حكمنا من السبعينات خيالي أو خطاب ديني خرافي خرافي مرتد على الدولة رجعي هو يعيش الجاهلية في أسماء مصطلحات الإسلام وخطاب قومي يعيش اللواقعية والعاطفة الهوجاء وبالتالي في ظل المحصلة نحن نتجه نحو حل الدولتين ليس كحل ولكن كملج آمن في الأساس لأننا لا نمتلك القدرة على مواصلة صراعتنا وهذا واقع يعني عقل الأمة معطوب عقل الأمة الاستراتيجي كشعوب معطوب جدا يعني إذا تحدثنا الآن عن عقل أي أمة كالأمة الإيرانية فليست عقل الأمة التركية الأتراك الروم عقل الروم في تركيا سنجده يمتلك المنطق الأساسي لتفسير تصرفات أردوغال معنى الدولة التركية لمعنى الآخر لمعنى الغير لكن العقل العربي المشحون بالإخوانية والوهابية والخمينية عقل لا يمتلك القدرة على قراءة الدين أو معرفة خالقه بدون الحسة السياسية وبالتالي إحنا تاجرنا بالدين وأصبحت فكرة الله فينا مخلوطة بالكاهن ليست مخلوطة بالخالق في الأساس نظرتنا للسياسة هي مع من وكل من يعادل عدو فهو حليفنا ونحن لا يوجد فرز لمنطق الأشياء فالعقل نحن في اليمن علينا أن نجدك في هذه المعادلة فالحوثيين في ظل هذا الفوضى هل تعتقدوا بأنهم ستلتزبوا في عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بين كوسين لا أعتقد في ذلك وعلينا أن نحشد أنفسنا ونجهز أنفسنا وما قلنا في 24 أغسطس 2023 حول مستقبل المؤتمر بأن هناك قوى الدولة والحضارة والمسؤولية والمؤتمر والقوى الحقيقية ستتواجه قوى التحالف والتآمر سواء الأخوان أو الحوثين هو واقع المرحلة القادمة هذا ما نؤكد في خلال هذه الحلقة السريعة الذي نكرأ الفوضى التي تحدث حاليا لكن للحال الحلقة أيضا امتدادات قادمة وسنكرأ إلى أن تتجه بالضبط في قادمة الحلقة تنتهت حلقتلها باليوم الرحمة والقود للزامي عبدالله صالح أهل الجمهور الليمانية والحلقة القادمة بإذن الله